اشتركوا في القناة 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 البسيط عنا هيدول الضمائر هنه اي وي وي وذي هيدول الضمائر تمام اللي هنه انا انت وانتم نحن وهم ذي معناته هم في حالة يعني في حالة الاثبات اكيد بدي يجي شو اللي هو اللي هو صيغة مجردة يعني بدي يصير مثلا I like coffee I play tennis شايفين like or play بصيغتهم المجردة طيب اما بحالة اننا في الnegative رح يجي شو رح يجي عنا don't بعدين رح يجي الفعل الverb one تمام اذا اول شي don't بعدين verb one يعني مثلا بتصير الجمل they don't speak english we don't like tennis تمام طيب عنا هول question with question words يعني السؤال بواسطة كلمات السؤال شوفوا عنا هول مثلا where do you live where do you live اين انت تعيش طيب شايفين كيف هون where دوما كلمات السؤال اجا بعدهم الدو وبعدين الفعل الرئيسي في الاخير تمام اذا where do you live what sports do you live what sports do you do we like تمام اذا هاي كبارت هذا السؤال طيب ايضا هون how many languages do they speak شايفين كيف هاي دوما اتكررت بعد كلمات الاسئلة واضح اذا they speak نكمل عنا هون ال yes or no questions and short and short and short يعني الاسئلة التي هي yes or no question and short answers اللي هي الاجربة القصيرة تمام تعالشوفوا مثلا كيف do you like football do you like football الجواب yes i do او بيكون no i don't بها الطريقة تمام اذا yes i do او do او no no i don't طبعا نهاد السؤال مثلا do they speak english يعني بس احنا نغيرنا الضمير هون you هون they do they speak english yes they do او no they don't شايفين يا صبايا بحالة الاثبات do do بحالة النفي لهذا الجواب don't don't لهون من كل ما اصلنا الى نهاية هذا الدرس القاكم ان شاء الله في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته